بعد انتشارها بين طلاب المدارس أو في المقاهي على حد سواء في محافظة ديالا حذرت أوصات محلية من تنام انتشار آثة المخدرات في المجتمع لما اتخذت شرطة المحافظة إجراءة أمنية لاحتواء هذه الظاهرة السلبية ناقص خطر المخدرات بين متاجرة والتعاطي يدق بأعلى صوته في محافظة ديالا المتاخمة حدوديا مع إيران ندوات ومؤتمرات للتوعية من مخاطر انتشار تعاطيها بين طلاب المدارس أو في المقاهي على حد سواء تعرفون محافظة ديالا محافظة حدودية لها حدود مع دول مجاورة وهذا قد يؤدي إلى تهريب المخدرات ودخولها إلى المحافظة في السابق كان فقط ما يعرف بالكرسلة يعني عقاقير طبية تستخدم لأغراض التخدير والمخدرات اليوم دخل الكريستال اليوم أيضا دخل الهيروين لأول مرة في محافظة ديالا تمضبه هذا مؤشر خطير أيضا هناك بعض الأنواع الأخرى من المخدرات مثل الحشيشة أيضا هناك تعاطي وبيع وتداول موجود حسب المعلومات أيضا توفر هذه المادة في الكوفيات توضع في الأراغيل التي تناولها الشباب وبالتالي هذه المادة تداعيات خطيرة تحول خطير بينما كانت ديالا ممرا لتجارة المخدرات وبين تعاطي شبابها مؤخرا بإغراء شيطانين من مرويجيها تعجز القوانين المعدلة عن إنزال أقصى عقوبات الإعدام بحقهم لينتهي الحكم بغرامات مالية يعني مو معقولة اليوم التاجر اليقتل بشر كامل محافظة كاملة قد يقتلها بكيلو من الهيروين أو المواد الأخرى من المخدرة الكريستال أو غيرها اللي انتشرت مع الأسف في طبقات الطلاب وإلى عمر الأربعين هذه المادة المفروضة الحكم ما لها إعدام مباشر يجب أن يشد القانون العقوبات أخي بها الخصوص ليس معقولة تاجر يدفع 30 مليون هو موزع ويخرج بغرامة يعني هذا تشجيع على يعني نطلب إعادة النظر بقانون مكافحة المخدرات ارتفاع نسب المتعاطين لهذه السموم الفتاكة دعت مختصين للمطالبة بإنشاء مصحة لمعالجة الشباب المدمن بدلا من زجهم في السجون ليتحولوا من بعدها عتاد إرهابيون نحتاج أولا إلى تفعيل شعبة المخدرات وارتقائها إلى مديرية في محافظة ديالة لأن سابقا كانت تخلو محافظة ديالة أما الآن أصبحت أعداد كبيرة وأيضا نحتاج إلى مصحات من قبل وزارة الصحة لاحتضان هؤلاء المتعاطين وشفاءهم فيما عمدت شرطة المحافظة منع المراهقين دخول المقاهي والكوفيات أو حتى تناول الأرقيلة استشعارا منها بتفاقم الحالة وترابطها بالإرهاب مباشرة أحمد الرسام قناة الرشيد ديالة